12-2024 مكاني استهدافة للغارات الجوية التي استهدفت وسط أرخياء الساكنية تواصل التطورات الميدانية الأخيرة تدعياتها المقليقة على شمال سوريا بعد الهجوم المباغت للفصائل المسلحة وسيطرتها على مدينتي حلب وإدلب ومناطق بريف حمال طب أسل طب طب وهنا يتخوف بعض المراقبين من عودة الجماعات الإرهابية إلى البلاد خاصة أن الصراع السوري يحمل أبعاداً إقليمية ودولية معقدة قد تستغلها هذه التنظيمات ويرى المراقبون أن الهجوم الضخم المباغت والكبير للفصائل ليتوقف عند الاشتباكات بل إن الحرب عادت وبالشكل العملي إلى الأرض السورية وعلى ما يبدو أن السورية ذاهبة لسيناريوهات كبيرة وأن احتمالات احتواء الأزمة باتت صعبة جداً وأصد مخاوف من عودة تنظيم داعش الإرهابي الذي قد يرى بما يجري بيئة خصبة لإعادة بناء قدراته وبحسب التقارير الغربية فإن خلايا التنظيم بدأت تتحرك فعلاً شرق البلاد مهددة ليس فقط سوريا بل كل دول الجوار ورغم مرور سنوات على اندثار التنظيم وإعلان الانتصار عليه حذرت الأمم المتحدة الصيف الماضي مجلس الأمن من أن خطر الإرهاب يعاود الظهور مع توقعات للتضاعف هجمات داعش هذا العام قبل التطورات الأخيرة وترى المنظمة أن عودة التنظيم ممكنة خاصة وأن السورية مليئة بالأطراف المسلحة والجماعات الإرهابية والجيوش الأجنبية وخطوط المواجهة أما في الميدان فقد ارتفعت حصيلة الهجوم الخاطف إلى أكثر من 450 قتيلاً على وقع ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان إزاء هذه التطورات في حين أبدت كل من إيران وروسيا قلقها من الأوضاع واعدة بدعم دمشق كما فعلت على مدار السنوات الماضية خلال الحرب العراق هو الآخر عانى لسنوات من سيطرة داعش على مناطق شاسعة من البلاد وبدأ العمل لتأمين حدوده وصد أي هجمات أحداث متشابكة وتصعيد كبير يسابق الزمن على الأراضي السورية سيلقي بتبعاته على الأمن في المنطقة وسيسهم في قيام تنظيمات وزوال أخرى لكن يبقى خطر انتداد الصراع إلى دول الجوار محتملاً خاصة مع عودة التنظيمات الإرهابية وأخطرها داعش ترجمة نانسي قنقر